مرحبا بكم في برنامج حوار العرب اليوم سيكون الحديث عن موريطانيا سيكون الحديث عن مشاركة المنتخب الموريطاني في مونديال العرب تغير وقع الكرة الموريطانية منذ سنة 2011 منذ أن تولى شاب يدعى أحمد ولد يحيا تولى مقاليد رئيسة الاتحاد الموريطاني لكرة القدم منذ ذلك الوقت تغيرت الأمور تماما وتمكنت موريطانيا من تحسين تصنيفها من المركز 206 إلى المركز 81 وهذا دليل على قيمة ما قام به أحمد ولد يحيا أحمد ولد يحيا لم يكتفي بهذا القدر بل كانت له طموحات شخصية جعلت منه منافسا بارزا على رئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في الأخير انسحب عن طواعية لأنه يعرف أن الفرصة قادمة لمحالة على كل اليوم سيكون الحديث عن كرة القدم الموريطانية وسيكون معنا صانع نهضة الكرة الموريطانية أحمد ولد يحيا إذن ضيفنا في حوار العرب أحمد ولد يحيا رئيس الاتحاد الموريطاني شخصية مضموقة على كل المستويات سواء في الاتحاد الموريطاني أو في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم شخصية ناجحة في السنوات الأخيرة وصنعت ممكن تاريخا وأيضا مستقبلا جديدا لكرة القدم الموريطانية والستاذ أحمد ولد يحيا مباشرة من نواق الشط سوعد جدا بوجودك معنا في برنامج حوار العرب شكرا جزيلا أخي العزيز وشكرا على هذه المقدمة التي يمكن أن أستحقها إلى هذا القدر وعلى ما قدمته والمقدمة عن الكرة الموريطانية والنتائج التي تحققت والتي قد تكون لست الوحيد الذي قام بهذه الإنجازات أو هذه النتائج وإنما الموريطانيين ككل الذين وعوا أنهم باستطاعتهم أن يكونوا أم من أمم كرة القدم وعملوا على ذلك بصفة جماعية وبدعم كبير من الدولة الموريطانية ولكن هذا صار بتموح الشباب صار بتموح أحمد ولد يحيا على فكرة أحمد ولد يحيا صغير السن تقريبا أصغر الرؤساء على المستوى القاري تمكن من تحقيق إنجازات كبيرة جدا أستاذ أحمد ولد يحيا خلينا قبل أن ندخل في أجواء كورت القدم وندخل في مونديال العرب لأنه أيضا في حوار العرب أيضا دلس يجب أن يستفيد منه الشباب الشباب يجب أن يكون لها تموحات كبيرة جدا وأحمد ولد يحيا أبرز مثال كيف تم ذلك أستاذ أحمد؟ كيف دخلت لعالم كورت القدم؟ كيف تمكنت من تحقيق كل هذه التموحات في سنوات بسيطة؟ أنصح التعبير شكرا أنا يمكن اليوم أقل شباب من يوم ما تسلمت الاتحاد الموريتاني كورت القدم اليوم يمكن في بعض رؤساء الاتحادات الذين جاءوا من بعدي وهم في سني وحتى أسقر يمكن ولكن صحيح الكورة الموريتانية كانت تقوم بالعقود الماضية وكانت قاية المقارعة عن وجودها مع المنتخبات الإفريقية والعربية وجيت أنا مع مجموعة من الشباب قيورين كنا فاعلين في الأندية أنا شخصيا أسست نادي وهو اليوم نادي نواذيبو وهو اليوم يعتبر من أكبر الأندية في البلد إن لم يكن الأكبر ويقارع على المستوى القاري إلى آخره أسست سنة تسعة وتسعين أنا ومجموعة من الشباب وبعد ذلك يمكن تقريبا عقد من العمل عشر سنوات من العمل على الناجي رأينا أن القاطرة التي تقود كرة القدم هي الاتحادية هي الاتحاد الكرة وإذا لم تتطور الكرة الموريتانية بالصفة عامة فالنادي سيبقى نادي في منظومة ضعيفة وهو أدى ذلك إلى أني طمحت وعزمت أن نترشح للاتحاد الموريتاني وفست في الانتخابات كانت مفاجأة كبيرة في موريتانيا ومن بعد ذلك واصلنا العمل لأن بدأنا من الصفر وكانت الأمور صعيبة في البداية ولكن بالإرادة والجهد والمعرفة الأمور بحسن العلاقات خارجيا إلى آخره بدعم الدولة وهو أساسي وبإقناع الجمهور الموريتاني بأنه في كرة قدم موريتانية بالاعتماد على وسائل الإعلام على التواصل استطعنا أن نخرج بالكرة الموريتانية من واقعها التي كانت به إلى واقع أحسن اليوم وهي تتأهل بصفة منتظمة إلى البطولات القارية والعربية وأنديتنا موجودة وتقارع الأندية الكبار وفئاتنا السنية موجودة وتقارع وننظم البطولات الإفريقية في بلدنا حسننا من البنى التحتية والحمد لله الكرة الموريتانية اليوم موجودة وموريتانيا تسعى إلى أن توطد ذلك وتكون أمة من أمم كرة القدم موجودة دائما في كل البطولات ووجودها ليس مفاجأة وفوزها على المنتخبات لا يعتبر مفاجأة وإنما هو أمر طبيعي نتيجة العمل الذي نقوم به كلنا هو في العادة أكون بعض الشيء مشاكس أستاذ أحمد ونحاول نبحث على بعض السلبيت ولكن هذه الحلقة ستكون خاصة جدا بأتي بار الحقيقة أين كانت موريتانيا قبل أحمد والديحيا وأين أصبحت بعد أحمد والديحيا لذا نحاول أن أعطي لهذا رجل حق والحقيقة ليس نرجع لك لتجربة نواديبو يا أستاذ أحمد لأن الحقيقة واضح أنه كان فيه تخطيط من البداية لأنه شاهدت أن نواديبو الذي أسسته أصبح فيما بعد هو نوات نوات المنتخب الموريتاني الأول وكأنك أسست هذا الفريق وأنت تعلم جيدا الخطوات التي ستلي تأسيس نادي نواديبو أكيد أن أسسنا النادي بطموح كبير هو أن نكون متواجدين وأن نكون بطلة موريتانية بصفة منتظمة إلى آخره وكيد أننا كان عندنا الطموح من البداية أن نوصلوا بالكرة الموريتانية ونحسن منها ولكن الطموح بدأ يزداد يوم بعد يوم وكل ما تقدمنا في العمل أخذنا دروس وأخذنا العبر وستفدنا من الأخطاء لأننا في أخطاء عملناها وكل مرة كنا نحسنه من ظروف لكن كما قلت لازم تكون مشاكسة معايا لأنني أكيد في نواقص ولما تسأل الإعلام الموريتاني أو الإعلاميين الموريتانيين في الكثير من الأحيان يعاقبونني ويسبونني لأنني أخطأ وأخطأ لأنني بشر وأخطأ أكيد لكن العمل في الحقيقة هنا على مستوى الإتحاد الموريتاني وعمل جماعي هناك مكتب تنفيذي هناك جمعية عمومية هناك أسرة كروية تعمل كلها وليس أحمد يحيى وحده طبيعي جداً سنحاول أن نعود لهذا ولو أنه هذا العدد الحقيقة حوار العرب هو أكثر تثمين تثمين لعمل رؤساء الاتحادات القرية في بعض الأحيان فيه سلبيات نتحدث فيها ولكن نحاول أنه نتحدث بشكل عام لأنه بشكل عام لحقيقة سياسة أحمد ولد يحيى كانت ناجحة في موريتانيا رهنت على المدرسة الفرنسية جبت كورنطان مارتينز في ظل سبع سنوات تحدي كبير كانت في ذلك الوقت لأنه تعرف كورنطان مارتينز صحيح ممكن كان لعب كبير في فترة من الفترات ولكن كمدرب يعني الحقيقة كان ناكرة وهذا تحدي بالنسبة لأحمد ولد يحيى في ذلك الوقت صحيح نحن أولاً راهنا في التكوين وفي الإدارة الفنية على المدرسة الإسبانية وكان عندنا مدير فني إسباني بقى معنا ست سنوات وهو تقريباً مع إرادة الاتحادية وعملنا معاه يومياً أسسنا عن طريق أكاديمية كرة القدم في الاتحاد الموريتاني وقمنا بطولات الفئات السنية على جميع مستويات الفئات السنية دعمنا الأندية على أن تشارك في هذه البطولات وهذا هو اللي أعطانا لاعبين للمنتخب الموريتاني بعدين لأن حتى من أكاديميتنا ومن فيئاتنا السنية خرجنا لاعبين للدور الإسباني حتى أنهم لاعبوا في بطولة الدرجة الأولى الإسبانية وقارعوا ريال مديد وبرسلونة إلى آخره بعد ذلك على مستوى المنتخب الأول صحيح اختيارنا كان وقع على كورنتا مارتينس وكان شيئاً ما مقمور الجميع لا يعرفه ولكن كان لاعباً كبيراً ودرب قليلاً على مستوى نادي برست الفرنسي لكنني عندما التقيت بعديد المدربين كان بالنسبة لي لأكثر إقناعاً وأحسسته قادر على الملاءمة ومسايرة المشروع عندنا ولذلك نحس به نقوله باللقاء الفرنسية حسيت بالفيلينغ أنه قادر يمشي مع سياستنا وتكتيكياً حتى شرح لي بعض الأمور كانت شيئاً ما مقنعة وبدأنا في العمل معاه والحمد لله كانت النتائج إيجابية كان مدرب جيد مدة سبع سنوات وفي الأخير وصلنا يمكن إلى حدود لأن كثرة السنوات كثرة المعاشرة كثرة العمل على منتخب لمدة سنوات تؤدي بعض الأحيان إلى أنه وصل الحدود ووصل الإنسان أعطى المكسيموم يمكن أن أعطي للمنتخب أكثر من ما أعطى خلاص أعطى ما يمكن أعطى المكسيموم والآن لازم دفعة جديدة لازم ننطلقه من جديد وهو ما نسعى إلي بمحاولة حفاظه على نواة المنتخب والتجديد ومواصلة العمل بطريقة ذكية أستاذ أحمد سوف نكمل الحديث عن هذا فقط بالنسبة لكورانتاو مارتينز حتى تكون الأمور واضحة لأنه أنت قلت ممكن أعطاك كل ما يستطيع أن يعطيه كورانتاو مارتينز في الفترة الأخيرة ولكن نعرف وأنت تعلم جيدا في مدربين بقاوا 20 و 25 سنة أليكس فيرغيسون وغيرو عديد الأسماء اللي بقات لسنوات عديدة وكان في صبر لأنه أي مدرب ممكن يمر بفترة فراغ أنا شعرت كأنه طموحات أحمد والدحية تغيرت كأنه ليس فقط كورانتاو مارتينز ليس بإمكانه أن يعطي أكثر من هذا ولكن كأنه طموحات تغيرت لأنه كأنك مع أول فرصة تراجع فيها النتائج لأنه كورانتاو مارتينز يعني منذ أشهر قليلة تأهل لكان الكاميرون فبعد مباشرة تصفيات كأس العالم وأنت تعلم جيدا أن فرصة موريتانيا في تصفيات كأس العالم لحقيقة صعبة نسبيا حسبته على تصفيات كأس العالم وحتى الإقالة صالت بعد تعادل مع تونس في أول نقطة جانتها موريتانيا في تصفيات كأس العالم لكورة القدم صحيح بالنسبة للإقالة التي جاءت بعد التعادل مع تونس ليس السبب هو التعادل مع تونس لأن التعادل مع تونس يعتبر نتيجة إيجابية ولكن القرار تأخذ من قبل والمنتخب ليس منتخب أحمد يحيا شخصيا إنما منتخب جميع الموريتانيين وجميع الموريتانيين عندهم رأي فيه والدولة الموريتانية عندها رأي فيه والجميع عنده رأي فيه لذا صحيح الجمهور الموريتاني بدأ مؤقرا يعاتب المنتخب يعاتب الاتحاد ويعاتب المدرب على حفاظ الكثير على عديد الأسماء التي لم تعد تعطي ما كان مطلوب منها بعض اللاعبين الكثير اللي صاروا من دون أندية لمدة حتى سنتين وهم موجودين في المنتخب وكورينتا مارتينس بقى يحافظ على نفس المنتخب والجماهير الموريتانية وحتى الاتحاد الموريتاني ساعي على أن نواصلوا في التطور ولا نقبل بالتراجع تأهل لكاس العالم صحيح طموح ولا نحن ما ندخل في بطولة إلا ونطمح لحصد نتائج والتقدم فيها ولكن الواقع شيء والطموح شيء يمكن تحصل المفاجأة يوما ما ونتأهل ويكيد إذا عملنا عليها يمكن ولكن الواقع أنه فيه منتخبات كبيرة وعريقة وعندها باع طويل وعندها ما أعرف أننا ما زلنا بعيد شيء ما عنها ونعمل على أن نلتحقوا بها ونقربوا منها ولكن هذه المنتخبات أقرب وأكثر حقية في التأهل على قرار منتخب التونسي اللي معانا في نفس المجموعة واليوم نحن سنواصل العمل على أننا نكونوا حاضرين دائما في البطولات هنا نسعى وفي المستقبل لماذا لا تصحيح كاس العالم طموح وطموح شرعي لأنه من 26 رح يكونوا عشر منتخبات تسعة ونص صحة التعبير تتأهل لنهايات كاس العالم ونحن نعمل على ذلك إن شاء الله صحيح يا كاس العالم إن شاء الله في 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية المكسيكو كندا ممكن جدا ستكون 48 منتخب تسعة منتخبات من إفريقيا بالإضافة إلى الملحق العالمي اللي يتأهل فيه منتخب من جملة ستة منتخبات وهذا مهم جدا لكل المنتخبات الإفريقية وحتى علاقتك بواديع الجري سبحان الله يعني علاقة صديقة كبيرة مع وديع الجري رئيس الاتحاد التونسي لكورت القدم هذه العلاقة أثرت حتى على القرعة كل ما في موريطانيا إلا في تونس بعدين نرجع لهذه النقطة في كاس إفريقيا تونس وموريطانيا في كاس العرب تونس وموريطانيا في تصفية كاس العالم تونس وموريطانيا سأعود لك في هذه النقطة ولكن نبقى مع المدرب أستاذ أحمد ولد يحيا في الفئات السنية في الكورن النسوية كل شيء تونس وموريطانيا في كل شيء نرجع للمدرب والتفاوض مع المدرب لأنه ممكن نمشي الناحية سلبيا نسبيا لأنه هناك منعب على أحمد ولد يحيا طريقة التفاوض مع المدرب الجديد لأنه يقولوا أنه المفروض كانت في أشياء تحترم في الكواليس لأنه يخرج مدرب وكأنه سيدرب المنتخب الموريطاني ثم بعد ذلك تصير عملية ممكن إلغاء هذا الأمر شاهدنا نبيل معلول سيدرب المنتخب الموريطاني ثم نبيل معلول قال لا ليس بالإمكان أنه أدرب المنتخب الموريطاني مهدي النفطي اللاعب السابق للمنتخب التونسي والمدرب الحالي لليغانيس الإسباني نفس الشيء كان سيدرب المنتخب الموريطاني ثم نفى الأمر الآن جيرار بوشير وجيرار بوشير العملية غير واضحة هل ترى هو مدرب مؤقت أو مدرب سيبقى يعني كل هذا ممكن أثار بعض نقاط الاستفامة صحيح الاتحاد الموريطاني ولا مرة قال ولا أنا شخصيا قلت أن هذا المدربين المحترمين لذكرت نبيل معلول ومهدي النفطي إلى آخره لم نقل ولا مرة أنهم سيدربون المنتخب الموريطاني لكن صحيح تفاوضنا معهم تفاوضنا معهم وفي كلتا الحالتين الخبر التفاوض معهم خرج من الإعلام التونوسي وليس من الإعلام الموريطاني ولذا يمكن أعطى المعلومة ليس للجحاد الموريطاني ولا الموريطانيين بصفة عامة وصحيح كانوا تفاوضنا معهم كما تفاوضنا مع آخرين وما زلنا نتفاوض مع آخرين ونراقب المدربين الشايفين أو نراعي فيهم ممكانية تدريب المنتخب الموريطاني ولكن لم نقول أن المدرب الفلاني سيكون مدرب المنتخب الموريطاني وتراجعنا هذا لم يحصل صحيح خاصة نبيل معلول أكيد أنا التقيت به في تونس وتحدثت معاه وكان راح نشوفه وفي الأخير قرر وبالنسبة لنفطي صحيح ناقشت معاه شخصيا عدة مرات وكان قريب جدا منه يلتحق بنا وبعدين صارت أمور أخرى ولكن لم نؤكد في أي وقت أن هذه المدربين هم مدربين منتخب الموريطاني كما تحدثت مع مدربين آخرين لأن تدريب المنتخب أمر مهم جدا للقاية ويطلب أسابيع من الحديث وليس قرار يؤخذ بين عشية وضحاها وبالنسبة لجيرار بوشير هل هو مدرب مؤخر؟ وفيما يخص جيرار بوشير هو كان مدير الفني جيرار بوشير كان المدير الفني للمنتخب إلى الآن مدير الفني للاتحاد الموريطاني إلى حد الآن واخذناك مدرب مؤقت مدرب مؤقت إلى أن يثبت العكس أستاذ أحمد ولد يحيا ما زالت عشر دقائق في البرنامج نمشي إلى المونديال العرب نمشي إلى قطر نمشي إلى قطر على الأقل نرجع لحوار العرب بالأساس أنت بحكم ممكن بحكم نشاطك في الاتحاد الأفريقي وأيضا بحكم نشاطك في الاتحاد الدولي ومش نرجع لك في آخر البرنامج أيضا على ترشحك لرئيسة الاتحاد الأفريقي لكورد القدم باعتبارها فرصة أنك موجود معنا بحكم هذا النشاط كنت دائما موجود في قطر ولا شك أنك تبعت تطور البنية التحتية في قطر استعدادا لكأس العالم لكورد القدم 2022 صحيح أنا زرت قطر عديد عديد المرات وبيني تعاون وذيق مع الإخوة اللي سيروا كورد القدم وأصحاب القرار في كورد القدم في الدوحة وأعرف الجهد الكبير الذي قامت به قطر من أجل إعطاء هذه الصورة الأكثر من إيجابية عن العرب بصفة عامة وعن قطر بصفة خاصة وأعرف أن ستشرف العرب وأعرف أننا اليوم كمنتخب موريتاني محظوظين أننا تأهلنا وسنشارك في كأس العرب وهي كأس العرب للفيفا وهي بطولة عالمية اليوم ومهمة جدا وحظ كبير للاعبين ولمنتخبنا والجماهير أنها سترى وستشجع المنتخب الموريتاني وهو يلعب في أحسن الملاعب في العالم اليوم وأنهم سيعيشون أجواء كأس العالم في هذه البطولة بالنسبة لأحسن شيء كان يقوم به للعرب وللجماهير العربية هو أنها تعيش كأس العالم قبل كأس العالم وهي فرصة أن نشكر عليها القطريين ونشكر عليها الفيفا يعطانا هذه الفرصة لنكون في شهر ديسمبر في قطر ونعيش تلك الأجوال الجميلة في ظروف جيدة وهذا مهم جدا حتى للعب الموريتاني باعتبار الموريتانيا مع الأسف لم تتمكن من التأهل للمرحلة الأخيرة من نهائية كأس العالم من تصفية كأس العالم لكورة القدم وبالتالي ليس بإمكانها التواجد في قطر 2022 على الأقل مهم جدا حتى للعب الموريتاني أنه يعرف يعرف أجواء كأس العالم يعرف منشآت كأس العالم يعرف البنية التحتية لكأس العالم وأنت تعلم جيدا أستاذ أحمد ولد يحيا أن هذه البطولة هي تنظم تنظمها ينظمها الفيفا يعني تنظمها الاتحاد الدولي لكورة القدم وتعلم أن أي بطولة تحت تحت لواء الاتحاد الدولي لكورة القدم تحظى باهتمام أعلامي عالمي كبير جدا وهذا مهم لكل لعب ومهم لكورة القدم الموريتانية صحيح صحيح هي يمكن صحة القولية أحسن كونسولاسيون لعدم التأهل لكأس العالم سنكون موجودين في ظروف كأس العالم وسنكون في بطولة عالمية بتقطية عالمية وإعلامية عالمية وسنبذل القالي والنفيس على أن نعطي صورة جيدة عن الكورة الموريتانية وعن المنتخب الموريتاني ولماذا لا نتأهل للأدوار المتقدمة في هذه البطولة ومع أني أعرف أن ذلك أمر صعيب ولكن اللاعب الموريتاني بمقدوره والمنتخب الموريتاني بمقدوره أن يقارع نقوم بالترجمة كونسولاسيون يعني ترضية نقوم بالترجمة الفورية بالنسبة الأستاذ أحمد ولد يحيا نرجع لك لمونديال العرب أحسن كونسولاسيون يا أحسن ترضية نرجع لك نبقى في مونديال العرب المجموعة فيها تونس كالعادة تونس دائما موجودة معك سوريا وأيضا المنتخب الإماراتي كيف ترى حضوظ المنتخب الموريتاني في هذه المجموعة تونس متعودين تونس كل ما كانت فيه كما قلت كل ما كان فيه قرعة كانت تونس من نصيبنا وكنا من نصيبها وهذا في كل في كل البطولات في كل الفئات السنية وكذا وتونس وموريتانيا لهم تاريخ كبير من بلدين إخوة وأصدقاء عزيزين تونس كانت تقريبا أول بلد في العالم اعترف بموريتانيا ودعمها ووصلها لمرحلة ونحن وتونس شعب واحد نعتبر وأنا شخصيا وديع أصدقاء ونتكلم يوميا مع بعض وإخوة وأكثر من إخوة لذا متعودين على مقارعة تونس متعودين على المباريات مع تونس وستكون مباراتنا الأولى مبارات افتتاحية مع المنتخب التونسي هي يمكن مبارات صعيبة جدا وسنحاول بمعرفتنا بهم بمعرفة يوم بنا أن تكون مبارات تكون مبارات فيها الندية ونحاول نحصل على نقاطها ونقطة منها فيما يخص المباريات الأخرى هي الكرة الأسيوية الإمارات وسوريا هم الكرة الأسيوية ولأنها متعودين على مواجهة المنتخبات الأسيوية لكن المنتخبات الإفريقية عندها طريقة أو المنتخبات الأسيوية عندها طريقتها يمكن في إفريقيا نعتمد أكثر على القوة البدنية والتكتيك وهما أيضا تكتيكيا الكرة الأسيوية تقدمت كثيرا وسنحاول ننقارعهم ولكن إن شاء الله مجموعة صعبة وموريتانية عندها حضوضها فيها نكمل مع الكرة الأفريقية لأنه مهم جدا بالنسبة للكرة الأفريقية وأحمد ولد يحيا ترشح لرئيسة الاتحاد الأفريقي لكورد القدم ثم انصحب عن طواعية بعتبار صار توافق صح التعبير حول موت سي بير رئيس الحالي الاتحاد الأفريقي لكورد القدم ولكن يبقى السؤال المطروح الآن هل الفكرة دائما واردة هل الامكانية تبقى واردة بالنسبة لأحمد ولد يحيا أن نشاهده في الانتخابات القادمة لأنه خلاص الآن تخلت في المعمع تخلت في الأجواء تعرف الكواليس تعرف حرب الكواليس تعرف كل النقاط وممكن أحمد ولد يحيا سيكون مرشح بيرز في الانتخابات القادمة لرئاسة الاتحاد الأفريقي لكورد القدم صحيح أنا ترشحت الرئاسة الاتحاد الأفريقي وكترشحي لم يأتي هكذا وليس قرار فردي ولا مجازفة فردية وإنما كان قرار جماعي مع عديد الإخوة رؤساء الاتحادات الأفريقية وتقدمت فيه وكنت عندي حضوضي يمكن في النجاح في رئاسة الاتحاد الأفريقي اليوم الرئيس هو باتريس موتسيبي يقوم بعمل جيد وأنا معاه كنائب رئيس وكعضو في المكتب التنفيذي وأعمل معاه ونعمل كلنا كمجموعة على تطوير الكرة الأفريقية فيما يخص المستقبل لا أظن منه من الذكاء أني أقول أني راح أترشح في المستقبل وأنا نائب رئيس مع باتريس موتسيبي ومع المجموعة أظن أنني باقي في الكرة الأفريقية سأدعم الكرة الأفريقية وواصل أيضا في تطوير الكرة الموريتانية ولكل مقال مقام أو كل مقام مقال سنرى في المستقبل إن شاء الله طبيعي جدا من الديبلوماسية وانت ثكيت برك الله وديبلوماسي تعرف جيدا ليس بإمكانك أن تعطي تصريح مثل هذا وأنت نائب رئيس موتسيبي يعني من بكرة تفتح النيران على نفسك في الاتحاد الأفريقي لكورد القدم وتدخل في مشاكل مع الاتحاد الأفريقي ومع موتسيبي عادي جدا وانا معاك تماما فقط نعرف ولكن ممكن ولكن نعرف الطموح مشروع وممكن جدا لحقيقة أن نشاهد أحمد مضيحي نعمل اليوم كفريق خاصة أن نعمل اليوم كفريق واحد وأرجو أن نواصل بالعمل كفريق واحد وأن نكون ظروف جيدة وأن لا يخرج أحد بتصريح قد يعكر الجو شيئ ما على كل نتمنى التوفيق صراحة لموريتانيا سوى في كأس أفريقي للأمم أو في مونديال العرب كنا سعادة جدا بوجودك معنا أستاذ أحمد ولد يحيا رئيس الاتحاد الموريتاني لكورد قدم ستكون معنا إن شاء الله بعد أيام قليلة ستكون معنا إن شاء الله في الدوحة وإن شاء الله لنا لقاء آخر في مونديال العرب مونديال كل العرب قطر 2021 مرة أخرى أستاذ أحمد ولد يحيا شكرا جزيلا شكرا لك وإن شاء الله قريب في مونديال العرب في الدوحة شكرا جزيلا أستاذ أحمد ولد يحيا كان هذا اللقاء مع الشخصية البارزة مع الشخصية القوية في موريتانيا هذا الشخص الذي غير إن صح التعبير واقع كورة القدم الموريتانية وأصبح لها منتخب قوي وأصبحت لها أندية ممتازة وصراحة تغيرت تماما كورة القدم الموريتانية في آخر عشر سنوات مع أحمد ولد يحيا هكذا نصل إلى ختام برنامج حوار العرب أجمل تحيات بولنبينو في الأعداد عدنا نحجازي في الإخراج كامل الفريق الفني والتقني نلتقي دائما على قنوات الـ MTS قنوات الكيس إلى اللقاء ترجمة نانسي قنوات التعبير